بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي إن شاء الله سنتحدث في درس بسيط عن طريقة زيادة كتلة الذرة زيادة أو إضافة نيترونات إلى نواة الذرة لا تسبب فقط زيادة وزن الذرة عن نظيرة لكن تجعلها أيضا غير ثابتة ولكي يحقق قدر أكبر من الثبات فهنا عديد من الإشعاعات تقوم عليها وهي عبارة عن جسيمات سقيرة حرارية وهذه الإشعاعات تحمل الطاقة والكتلة من الذرات ذرات بعيدة جدا عنها حتى يمكنها من تحقيق حالة أكبر من الثبات والعناصر المشأة لها فوائد كثيرة بالنسبة للإنسان فالعلماء اكتشفوا منافع عديدة لهذه الأناصر المشأة وأن أمثلتها مثل أشعة أكس وتعقيم الأدوات عن طريق الأشعاء عن طريق أشعاء جامع واستخداماتها في الاختبارات الطبية وتقدير الهرمونات وعلاج بعض الأمراض وأحد أهم الاستخدامات هذه العناصر المشأة هو استخدامها كعلامة في كثير من التجارب مثل الماء المشأ والهرمون المشأ وطبعا زيادة هذه عشان نعطي بس ذرة قوة أكبر نحتاج نقذيها بذرات أخرى بعيدة وهذه الظرات البعيدة تطلق إشعاع مثل ما تكلمنا سابقا وتكلمنا عن أهمية الإشعاع وزيادة كتلة الظرة عن طريق الإشعاع بالنيترونات أتمنى أنكم فهمتوا لأن هناك علاقة كبيرة جدا بين الإشعاع والنيترون المواصل من الظرة البعيدة إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي